تعالي بقى في حجوزه ايه اخيرا دلوقتي فيه ترند طالع هاشتاج طالع ترند على تويتر وهن نتكلم عن حاجات دي لانها برنامج الترند يعني طبيعة البرنامج بخصوص علي معلول وسيل من الشتاء سيل من الشتاء مع تويتر لعلي معلول من قبل جماهير نادي الزمالك اللي اكيد زعلانا بسبب الهزيمة وحقهم يزعلوا طبعا ما فيش نطلق احنا بنزعل ما الاهلي يخسر ده طبيعي ده طبيعي في القرن لكن برضو ليه التجاوز في حق عالي معلول ايه اللي ارتكبوا حق ايه اللي ارتكبوا عالي معلول عشان يبقى فيه تجاوز مبالغ فيه في حقه بصوره صور زوجته صور ابنه ليه عشان ايه عمليه الراجل واحد دلوقتي ممكنكم بيرد علي يقول لي اصل الحركة اللي بيعملها دي من دايقاني طب ليه من دايقاني واحد جاب هدف وبيحتفل لا راح عند جمهور الزمالك عمل لهم كده ولا عمل لهم كده ما عملش هو كده قال ده واحد رايح لجمهور الاهلي بيحتفل معه او حتى ما فيش جمهور او حتى لو جمهور الزمالك موجود هو الراجل بيعمل الحركة بتاعته هو مابله في الزمالك الاول أو عملها في الزمالك بس لا معملهش في الزمالك بس كل ما بيجيب جون الراجل זي طريقة احتفاله دي طريقة احتفال علي معلول عادي جد بقلوه كم سنة بيعمل ها ها بقلوه كم سنة الراجل جاب جنين اقدر جنة ان انتز إعلان ان فريق قسر لكن هو مفروض ان علي معلول مايجبش جون في الزمالك وده تالت جني يجيبه في الزمالك مفروض ان هو ما يجيبش جوان يعني مفروض ان هو ما يعملش أسستاء مفروض يعمل ايه يعني يجيب جوان في نفسه فليه تجيب ولا هو عشان علي معلوم مثلا مسك الباج بتاع النادي الأهلي أو اللوجو بتاع النادي الأهلي وعمل كده الرجل شايف رقم واحد انت كزمال كاوي محترم شايف رقم واحد ما فيش مشكلة في الأول في الأخير فيه تاريخ هو اللي بيقول مين رقم واحد لكن مهمة قوي مهمة قوي ان يا جماعة نراعي شعور الناس انطقت برضو كزمال كاوي تصرف اي حد لكن علي معلول ما تشتموش ما تتجوزش في حقه الرجل ما اخطأش ما ارتكبش اي زنب عمل كده في مطش الاسماعيل عمل كده في كل مطش بيحتفل الرجل بيحتفل احتفال بحدود اول من يعاقب اي لعب احتفل بص معرفة الجملة دي خلي بال اول من يعاقب اي لعب يتجاوز في احتفاله ضد اي الجمهور هو النادي الاهلي هو النادي الاهلي اول واحد بيعاقب لما بحد يتجاوز في احتفال بهدف حتى لو جيب لجون لو جيبت لجون واحتفال فيه تجاوز انت معاقب وعقبة قاسية لا بيسكت ولا بيدافع فالراجل ما يستهلش بصراحة الكلام من ده يعني الواحد كان مهم جدا ان احنا نعلق على دي عشان ندي عليه معلول حقه افضل ظهير ايسور في افريقيا على الاطلاق خلال الكم سنة اللي فاتوا ان شاء الله كم سنة اللي جايل